يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وإيريتريا تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويأتي ذلك كتجسيد لتميز العلاقات السياسية بين البلدين علاقات اقتصادية قوية تجمع ما بين مصر وإيريتريا تعكس التعاون الكبير ما بين البلدين في كل المجالات وتؤكد عمق روابطهما التاريخية شهدت العلاقات ما بين البلدين تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ففي العام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر وإيريتريا 119.5 مليون دولار مقابل 104.8 مليون خلال 2017 ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدت الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى إيريتريا لتسجل 116.99 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 103.43 مليون خلال 2017 فيما ارتفعت الواردات المصرية من إيريتريا لتسجل 2.5 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام 2017 وبسبب هذه الزيادات قدرت نسبة السلع المصرية الموجودة بالسوق الإيريتريا بصفة ثابتة بنحو 10% من إجمالي السلع تبلغ أحيانا نسبة السلع المصرية 60% وذلك مع القبول الذي تتمتع به تلك السلع لدى المواطن الإيريتريا فضلا عن سمعتها الطيبة وتعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هي الآلية الأكثر أهمية في عملية التبادل التجاري ما بين البلدين كما يتعاون البلدان في مجالات التعدين والطاقة والذي يضم شبكة الربط الكهربائي بإيريتريا بجانب حفر الآبار ومشروعات إنشاء السدود وتخزين مياه الأمطار واستخدام تكنولوجيا الصوبات الزراعية في الزراعات هي إذن علاقات اقتصادية مميزة تأتي نعكاسا لمستوى التعاون المتميز ما بين البلدين على جميع المستويات لاسيما السياسية